هذه الرسالة ستوصل لآخر واحد لما غاديش يفهم الكلام دينا بغي زينا كل شي فهم هذا الكلام هذا أن اللحظة هي وسيلة كمكمل غدائي لكتعاونها بشكل نفسية دينا وكتعاونها كطاقة للجسم دينا للأصل ديالها مكسارات أو ثوات شافة مع عسل وكتعاون المكسارات إذا هدرنا على الصحراوية شنو كميزة أنهم كزيدوا فيها الدروة دير جمل هذا هو الميزة من المميزات ولكن مع الأسف لاحظنا بأننا في الحسات الأخرين وفي خليط آخر كان أشياء تحدي بمسارة أدوية جداً من أطلال الوصف فهذا يفعلنا على مشتقة المكسارات والجسم واناهم لا تضفيع في المميزات تحديث عن أدوية الدردق وهو عبارة عقارة التي تستورد بطريقة أشوائية ولكن الحمد لله لأ من الوقت ماهو العسل لكي يحصلون بعض العقارتها سوف يطحنوهم ويخلطوهم مع العسل لذا كيف حاناتها ؟ مادة كيميائية مادة طبيعية واقع فيها العسل واخع فيها العسل لكي نخلطوه مما خلطنا إذن الي اخذينا باحث البشتقة الكركزة والموضوع كنكلو الملح ونكلو السكر إليهم إسرائيل تحصل على العسل كيبقى لي لما في دز ديانا لما كيبقى في داز كتنفخ لنا لجسم ديانا يجب أن نتجد صحيح من الصحيح ويجب أن نتجد صحيح من الصحيح لأن هذا الماء يعتبر مليفه حيث يمركز لنا في القلب إذا ينفخ الأعضاء المهمة والحيوية تنفخوا حتى ممنات الكابد منهم الكيلة لما يتجد ملادس لأن الكوختيكويد من المواد التي تمنعها أثناء الفيروسات وخاصة الفيروسات الخاطرة لأنها تعطينا مضاعفات نحن ندبع الكوختيكويد ويزيدوا كذلك الحبات الفتح الشفاتيح الشهية التي يدروها بطريقة عشوائية ويجب أن يدرب ضوزاج الذي يكون مكتبا في القياس مثلا لأن الإنسان يخصو أن يخذ غير موجودة للحبات في اليوم يستقع رسوليه كاملة في الحبات الفتح الشهية ويكون هناك كمية التي يخصو أن يخذها حتى هي من المواد الخطيرة ويخلطون مع السيرو الشهية حتى هي من المواد الخطيرة يصدروا الحلبة التي يحدثنا عليها أن الإنسان الكثير منها يمكن أن تعطينا نزيف على مستوى الدماغ دينا وتعطينا إذا كانت واحد الإنفجارات لذلك الشعيرات الدموية للصق لنا بالغشاء الدماغ لذلك لا توقع إلا انفجارات فيهم لا يمكن لله أنواع العديد من الأنواع أو الأزامات التي يمكن أن تصيبنا فيقدر يكون جراء أخذ هذه الأمور عشوائية اضافوا لها كذلك مكونات اخرى بحل كثيرة للعديد من الناس تظن انها هي النبتة المعجزة للزيادة في الوزن فكيفاش نقول كاختيلا مياه او لو باغين ذاك الكيمياء نقوله احنا يدوك لي كلي دي الاشهار او لي كلي باش يشدو الترند مثلا الكثيرة كتغلد الحلبة كماتلا كتفتح الشاي كتغلد مادة اخرى كتغلدش كيدير وكيجمعوهم كاملين بطريقة عشوائية وتدع الايئين ضخور مع العسل وكتغلد المواد الكيميائية وهنا تقوله قنبلة موقوتة لغتفجر له نصصها هاد المضاعفات كين مشاكل القلب والشرايين بيمكن وصلنا للسكتة القلبية مشاكل الدماغ بيمكن وصلنا للسكتة الدماغية الهاشاشة دير العظام مشاكل دي الجهاز الهدمي هي اقل شي اننا تقوله لدينا قور هاد المعيداي ولي عنا الطيرابات في الجهاز الهدمي دينا ولا قدر الله اللي خطير فالشي هو ظهور السرطان دي الجهاز الهدمي نحاول أرد قوة إن هذو هما الأمور